وامم إلينا مباشرة من أربيل المحلل السياسي علي البيدر استاذ علي مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه بداية هل حددت هوية هذه الفرق الدولية لرقابة الانتخابات ما هي طبيعة مسؤولياتها خلال العملية الانتخابية كيف تعمل نعم مساء النور تحية لكم ولساد المشاهدين الكرام حقيقة لا توجد المزيد من التفاصيل حول أعداد وعناوين وهويات كما ذكرت حضرتك الفرق الدولية الخاصة بمراقبة الانتخابات العراقية ولا حتى المراكز الانتخابية التي سوف تتواجد بها إذ لا يمكن لتلك الفرق مهما كانت أعدادها تغطية جميع المراكز الانتخابية والاقتراعية في البلاد وما سوف يحصل في هذا الشأن أنه سوف يتم تحديد مراكز خاصة في مراكز المحافظات أو المدن الكبيرة تحددها مفوضية الانتخابات وسوف يسلط الضوء على تلك المراكز التي هي بالأساس أشبه بالمراكز الإعلامية الخاصة بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية وسوف تراقب تلك المراكز الانتخابية والمحطات تلك الفرق لكن سوف تترك نسبة عالية من المراكز الانتخابية والاقتراعية بعيدة عن المراقبة الدولية إذ هذه الخطوة ممكن أن تتيح للكثير من الكتل السياسية والأحزاب وكذلك المرشحين المستقلين من التحرك بمساحة أوسع خصوصا في المناطق البعيدة والنائية نعم لكن بحسب المفوضية هناك دليل وخارطة لأماكن جميع مراكز الاقتراع ويبدو أن هذه الفرق ستكون حرة في اختيار هذه الأماكن ومفاجأة المفوضية بزيارتها أليس كذلك يعني هذه الخطوة أفضل من السابق لكنها لم تسمح لتلك الفرق بتغطية جميع المراكز الاقتراعية مثل ما كنا نسعى أو أن يكون الخيار هو إشراف أممي بشكل مطلق وهذا ما يجعل يعني أنه على المستوى العددي لا يمكن تغطية كافة المراكز الاقتراعية أو الانتخابية وهو ما يسمح بالتزوير أو فرض الإرادات أو عملية شراء الأصوات والذمم الانتخابية ربما نتمنى من مفوضية الانتخابات زيادة عدد الفرق الخاصة بالمراكبة ليتم من خلالها تغطية كافة المراكز الاقتراعية حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بمنظمات عراقية محلية أو حتى مراقبين محليين نعم هناك أيضا فضلا عن الرقابة الدولية رقابة محلية سواء كان للأطراف المشاركة في العملية الانتخابية أو لمنظمات مجتمع مدني يعني تعنى بهذا الموضوع أليس كذلك؟ نعم لا شك أن هناك رقابة لتلك المؤسسات لكن هناك جزئية لا بد أن تنتبه إليها تلك الفرق المعنية بمراقبة الانتخابات أن هناك حالة من التخادم السياسي كان يتفق ممثلي الكيانات السياسية على أمر معين أو حالة تزوير أو فساد معين يتفقون على تقاسم الأصوات المتبقية على قيام بالتصويت بالإنابة نتحدث عن التجارب السابقة وهذا الأمر يعني ما يعطي مساحة للكتل السياسية والمرشحين بالتجوير عن طريق ممثليهم داخل المحطات الانتخابية إذن نتحدث عن عملية إزاحة أصلاحية صح الوصف يعني نتاجها صفري على الأرض ونحن نبحث عن إرادة حقيقية للناخب العراقي عبر تلك الانتخابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة